موسيقى الحدث تفتح ملف أزمة المياه في بلاد الرافدين حرب من نوع آخر تهدد العراقيين بالعطش والأنهار بالجفاف مئات السدود تنشئها إيران وتركيا لقطع أو تقليص إمدادات المياه عن العراق ورقة ضغط اقتصادي وسياسي على بلاد دجلا والفرد موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة الإخبارية التي نخصصها لمشكلة أو مسألة المياه في العراق بلاد الرافدين تسمية اكتسبها العراق من وجوده بين النهرين دجلا والفرد واقع لم يشفع له من الوقوع ضحية حرب مياه يواجهها خلال الأعوام الأخيرة تهدد سكانه بالعطش وأنهاره بالجفاف مئات السدود تنشئها كل من تركيا وإيران تحد أو تقطع من إمدادات المياه إلى العراق مراقبون يرون في هذه السدود وسيلة ضغط سياسي واقتصادي وورقا فيما بات يعرف بحرب المياه ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين عملت تركيا منذ فترة طويلة على مشاريع عدة في المنطقة أهمها مشاريع جنوب شرق الأناضول أو ما تسمى الكابة كلها مشاريع تحرم العراق وسوريا من حصتهما بالمياه تهدف هذه المشاريع لتنمية جنوب شرق الأناضول في تركيا من خلال بناء 22 سدا وتسعة عشر محطة توليد طاقة كهربائية المائية منها ثماني محطات بقدرة أربعة وسبعين في المائة جميعها بنيت بنهاية عام 2005 على نهري دجلا والفرات نفذ أو نفذ هذا المشروع عام 2010 ليغطي تسع محافظات هي أديامان بطمان دياربكر غازي عنتاب كيليس سعرت أرهى ماردين شرناق وكلها تقع على حوض الفرات وحوض دجلا ضمن مناطق تعود إلى بلاد الرافدين سابقا أرجعت السلطات التركية المشروعة إلى بدايات تأسيس الجمهورية التركية بعد أن أقيمت شركة شؤون الكهرباء في عام 1936 وبدأت بأعمال مكثفة في مشروع سد كيبان في عام 1954 تأسست المدرية العامة للمياه وفي عام 1961 قسمت تركيا إلى 26 حوضا مائيا وبعدها بثلاث سنوات عام 1964 أعد تقرير حول استغلال حوض الفرات في ميداني الري والطاقة أما في عام 1977 اكتمل الشكل النهائي للمشروع للاستفادة من حوضي الفرات ودجلة وأطلق عليه اسم مشروع جنوب شرق الأنضول أما في عام 1986 صدر قرار تأسيس إدارة تنمية جنوب شرقي الأنضول وأوكلت لها مهمة التخطيط وإقامة البنى التحتية والترخيص والزراعة والطاقة والنقل والإسكان واستخراج المعادن والصناعة ويترأسها رئيس الحكومة أو من ينوب عنه من الوزراء موسيقى موسيقى من بغداد ينضم إلينا عون دياب الناطق باسم الوزارة الموارد أهلا بك معنا سيد عون إلى هذه الساعة سيد عون بداية يعني العراق منذ فترة طويلة ويتم تدول في الأخبار بأنه يعاني من مسألة نقص المياه خصوصا في فصل الصيف وأيضا هناك مشاكل فيها الكهرباء إذا ما تحدثنا عن المباحثات العراقية الأخيرة مع الجانب التركي والجانب الإيراني لمعالجة مشكلة حصة العراق من نهري دجلا والفرات أين وصلت هذه المباحثات؟ نعم فيما يتعلق بالجانب التركي الحقيقة تم توقيع مذكرة التفاهم وهذه المذكرة وقعت في سنة 2014 إلا أنه تم المصادقة عليها في هذه السنة أي بعد مرور سبع سنوات تمت المصادقة عليها من البرلمان التركي ومن رئيس الحكومة التركية الواقع هذه المذكرة تؤسس إلى طريقة للتواصل بمفاحثات فنية من أجل التواصل إلى اتفاق لتحديد الحصص المائية التي تطلق من نهري دجلا والفرات يعني أمامنا أيضا طريق طويل آخر للدخول في تفاوض فني يحدد ما ستطلقه تركيا على الحدود التركية السورية بالنهر الفرات ومن ثم الحدود السورية العراقية على نهر الفرات وأيضا على الحدود السورية العراقية التركية في نهر دجلا الواقع أنت تفضلت بتقريركم صحيح هذا ما ورد في التقرير تركيا منذ زمن من دواما طويل تعمل من أجل إنجاز مشروع القاب مشروع تطوير منطقة جنوب شرق العنظول الواقع الموضوع لا يقلقنا السدود التي تنشعها لتوليد الطاقة الذي يقلقنا هو استثمار المياه حاليا الواقع شيء جديد الذي حدث أنه بدأت تتوسع بالمشاريع الاروائية في هذه المنطقة ونفذت نفق كبير نفق أورفا لنقل حوالي 350 متر مكعب في الثانية بهذا النفق كميات من مياه إلى منطقة شانلي أورفا لزراعة مشروع اروائي كبير كذلك الحال على دجلة يعني دجلة حاليا تعمل على إنجاز مشروع كبير في منطقة ديار بكر لاستثمار مياه نهر دجلة بعد إنشاءها لمشروع لصد سليفان اللي هو تحت التنفيذ حاليا إضافة إلى سيد أليسو والسدود الأخرى الحقيقة التركية تعمل بشكل متواصل من أجل إكمال مشاريع هذا كله راح ينعكس علينا بشكل مؤثر بالنسبة لكميات المياه وتناقصها التي تصل إلى العراق مذكرة التفاهم أو من الفرات سيد عون مذكرة التفاهم التي صادق عليها البرلمان التركي قبل أيام الأمر متروك للجانب التركي هل هي تصرفات أو تحركات تعتبر فردية العراق فقط ينتظر القرار من تركيا فيما يخص حصته المائية فيما يخص طريقة تصريف هذه المائية أما ماذا ممكن أن تقومي للتعجيل بهذه الخطوة أو تنفيذها المذكرة التفاهم مشتركة هي موقعة من الطرفين البرلمان العراقي صادق عليها منذ زمن لكن البرلمان التركي لم يصادق عليها إلى أن صادق عليها يعني بعد مرور فترة زمنية طويلة سبع سنوات وكذلك نعم هذه الدليل يعني الهدف أنا دائما أقول في علاقتنا مع التجارة التركية دائما تلعب على الزمن والوقت يعني أنت تكسب أكبر وقت ممكن لتنفيذ مشاريعها وتخلينا أمام الأمر الواقع هذه حقيقة يعني أنا منها أتحدث نعم طيب عشان أكسب الوقت أستاذ عون أعتذر على مقاطعتك هذا بالنسبة للجانب التركي ماذا عن الجانب الإيراني يعني كان هناك مطالب من العراق بأن تتم تدويل مسألة بناء السدود وتحويل وقطع مياه الأنهار من الجانب الإيراني أين وصلت هذه المباحثات أو هذه الخطوة الواقع الجانب الإيراني الوضع يختلف طبعا أنا حتى أكون صريح وواقعي حصة مشاهمة تركيا في مياه الناريدج والفرات كبيرة جدا الفرات ما لا علاقة بالجانب الإيراني نهايا ما عدا نار دجلة هناك مجموعة روافت تأتي من الجانب الإيراني تشكل نسبة مساهمتها حوالي 18% من واردات دجلة هذه الحقيقة الأنهر والوديان وردت ضمن اتفاقية 1975 اتفاقية الجزائر ببروتوكول ملحق بالاتفاقية نعم وهذه الاتفاقية الواقع تعتبر يعني ما تزال نافذة لكن هناك بعض الإشكالات بعض التحفظات من قبل جهات معينة داخل العراق وللأسف لحد الآن لن تحسن لأنه هذا ما حدث في إيران نعم العفو نعم خلي أكمل أنه ما حدث مؤخرا في إيران قامت بإجراءات مخالفة للعرف الدولي وللقوانين الدولية يعني حوض النهر هو يخدم مجموعة المجتمعات اللي تقع الحوض من المنبع إلى المصب يعني لا توجد حدود سياسية لحوض النهر يعني هذا الحدود المرسومة بين البلدين متحد حوض النهر حوض النهر يكون مشترك لكافة الناس المستفيدين على الحوض للأسف الشديد القانون الدولي يمنع تحويل المياه من حوض نهر معين إلى حوض آخر هذا ما قامت بإجراء إيران للأسف حولت مجاري العديد من الأنهر من حوض إلى آخر وبهذا قلت كمية المياه اللي تريد للعراق كانت هناك بعض التوصيات أستاذ عون عذراً ولكن كان هناك بعض التوصيات باستخدام ملف الربط السككي وذلك للضغط على إيران لمعالجة ملف المياه المشتركة ما المقصود بملف الضغط السككي لو توجز لنا ما هو تفاصيله الواقع هو هناك رغبة لدجار إيران أن يكون هناك ربط السكك الحديد للقطارات من داخل إيران إلى خطوط السكك الحديد داخل العراق الهدف لنقل البضائع تسهيل مهمة المسافرين يعني يكون هذا في منفذ الشلام في البصرة هذا المقصود بالربط السككي الحقيقة هذا الموضوع ما يزال به بعض العراقيل إلا أنه كانت هناك موافقة مبدئية إزاء هذا الموضوع هذا نحن طلبنا أن يكون ملف المياه يدرس في سلة واحدة مع كافة المصالح الأخرى المشتركة يعني سواء كان في الربط السككي أو التعاون التجاري تبادل التجاري أو أي عمليات حتى الجانب الأمني يجب أن يأخذ مدافع التعامل بين جيران سواء تركيا أو إيران لغرض وضع الأمور كلها في سلة واحدة الهدف أن نصل إلى اتفاقات حول الموضوع تقاسم المياه بشكل عادل ومعقول هذا ما نهدف إلا يعني هذا ما نتمنى أن يحدث إلا أنهما على السبب الاستجابة ضعيفة الحقيقة من جانب إيراني سؤالي الأخير يا سيد عون الآن هناك مشاكل في عملية الاحتباس الحراري والجفاف والتغير المناخي التي تعاني منه المنطقة بأكملها والعراق لديه العديد من السدود وبالرغم من ذلك هناك قطع لبعض مجاري الأنهار التي تصل إلى العراق ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لتفادي الوصول إلى مسألة الجفاف التي تتحدث عنها الدراسات الأخيرة باختصار إذا سمحت نعم أنا أعيد أن هناك جفاف وجفاف حاد جدا ونحن طبعا رفعنا درجة الخطر إذا هذه السنة لأن السنة القادمة التي هي الآن بدينا بها السنة الهايدرولوجية هي تبدأ من هذا الشهر حاليا أيضا مواشراتها احتمال تكون سنة جافة فرح نواجه صعوبات شديدة في هذا الجانب حقيقة إحنا رح تأثر على تسببنا أضرار أضرار واضحة يجب على الجارتين إيران وتركيا نتراعي هذا الموضوع وتعطينا أن يجري تقاسم الضرر هذا ما نهتف له لا أن الضرر يتركز فقط على العراق لكون دولة مصب لأن القانون الدولي والقانون بالاتفاقية الإيطارية للأمم المتحدة ينص بشكل صريح أنه دولة المنبع يجب أن لا تحقق الضرر دوشين على دولة المصب هناك ضرر تحققت على العراق الحقيقة سواء من الجارة تركيا أو من الجارة إيران لازم يأخذون هذا بنظر الاعتبار ويراعون مصالح العراق لحد ما شكرا جزيلا لك من بغداد عون دياب الناطق باسم وزارة الموارد المائية شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين تركيا وطموحها في حصر مورد نهري ديجلا والفرات لمصالحها الاقتصادية المقبلة تحت مشروع جنوب شرقي الأنضول يهدد سوريا والعراق الأخير يواجه حربا شريسة حول المياه مع تركيا وإيران سد أليسو من أكبر السدود المقامة على نهر ديجلا بطول 1820 مترا وارتفاع 135 مترا وعرض كيلو مترين وتقدر مساحة الحوض 300 كيلو متر مربع وافقت عليه الحكومة التركية عام 1997 بهدف توليد الكهرباء حيث تبلغ قدرته الإنتاجية 1200 ميجا واط ليضخ نحو مليارين وثمانمائة مليون ليرة تركية سنويا في الاقتصاد وهذا يجعله رابع أكبر سد في تركيا حجب هذا السد المقصود سد أليسو ما يقارب عشرة مليار متر مكعب من المياه من أصل عشرين مليار متر مكعب عن الأراضي العراقية وهذا يمثل حد الفقر المائي في العراق وعز الخبراء الانخفاض إلى ثلاثة أسباب الأول سوء الإدارة وعجز التخصيصات أما الثاني هو عدم مواكبة التشريعات للتحديات الجديدة التي هي الاحتباس الحراري جزء منها وتحديات المناخ على مستوى المنطقة والعالم يضاف إلى ذلك أيضا سياسة تركيا وإيران التي تستثمران الشلل السياسي والانقسامات الحادة في العراق وتتصرفان بشكل فردي لصالحهما على حساب مصلحة العراق في ملف المياه وهو ما أدى إلى تراجع الأراضي الزراعية وانتشار الجفاف في البلاد بغداد والبصرة ونينوى ودهوك وغيرها من المحافظات العراقية ستصبح أرضا بلا أنهار في عام 2040 وذلك وفقا لتوقعات مؤشر الإجهاد المائي وهذا بدوره ينعكس على الاكتفاء الذاتي في البلاد من المنتجات الزراعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومعنا أيضا من بغداد اللواء الدكتور جمال الحلبوسي خبير الحدود الدولية والمائية أهلا بكم ماضي فيه الكريمين سأبدأ من اسطنبول دكتور بكير أتجان أهلا بك معنا إلى هذه الساعة في تقطيتها الخاصة دكتور بكير هناك اتهامات متكررة لتركيا بأنها تستثمر في الموارد المائية لصالحها دون مراعاة ما يحدث في جارتها تركيا أو عفوا في جارتها العراق أو جارتها سوريا إلى أي مدى قد يكون ذلك دقيق وكيف تستقبل الاتفاقيات الدولية المبرمة حول المياه تحياتي لك ولديفك الكرام يعني أولا كنت أتمنى أن يكون ضيفك الأول المسؤول السيد عون أيضا يسمعنا لأنه أعطى معلومات مهمة جدا للغاية إن شاء الله يسمعك ربما كان أفضل نعم لكن يعني يجب أن نعرف وهو اعترف فيها بأن تركيا منذ 1960 وإلى الآن تستثمر المياه وبنيت سدود ومشاريع حول المياه وتجميعها في مناطق عديدة في داخل تركيا ولكن يجب أن نعرف جيدا يعني هذه كانت على العراق أن تقوم بالمثل لماذا أقول بالمثل؟ يعني تحديث السدود وحتى نقل الأنابيب الخراسانية للأسف العراق الآن منذ عشرين سنين وحتى أكثر لا توجد لا سدود ولا أنابيب خراسانية ولا شيء من هذا القبيل في تركيا إن كانت دجلة أو الفرات هناك فائد كبير جدا بالمياه وخاصة في الأشهر الشتاء لأن كما أشرتهم قبل قليل وضيفك الكريم سيد عون قال بأن تركيا تستثمرها بشكل جيد وهذا الفائد يزيد في فصل الشتاء لأن هنا بنية تحديثة مهمة تحدثت حديثة في تركيا فهذه لا بد أن تفتح هذه السدود لأنها تعيش فيضانات في الشتاء في تركيا مجبرة أن تفتح كل شيء وهذا الماء تذهب إلى سوريا والعراق ولكن للأسف الشديد لأن البنية التحتية غير كافية في العراق وسوريا هذه المياه تصب في البحر عن طريق البصرة لذلك تركيا قدمت 2018 دعم ومعونات 5 مليون دولار لتحديث البنية التحتية في العراق ولكن للأسف الشديد وحتى طالبت الشركات التركية بأن تذهب هي في هذا التحديث ولكن للأسف الشديد العراق لن تقوم بمسؤوله ولكن نقطة أخيرة تقول على تركيا في فصل الصيف أن تضخ المياه كما نريد وهذا غير ممكن لماذا؟ لأن كما هو معروف المناخ والجو والحاجة أيضا هناك نسبة معينة لا بد على تركيا بناء على الاتفاقيات المبرمة محليا ودوليا أن تعطيها للعراق وهذه تقوم بواجبة تركيا ولكن على العراق أن تقوم بمشاريع لحفظ هذه المياه وليس تركها كما هي الآن موجودة سنذهب إلى الجانب العراقي اللواء الدكتور جمال الحلبوسي خبير الحدود الدولية والمائية دكتور جمال هل البنية التحتية المتهالكة في العراق كما وصفها دكتور بكير أتجان هي السبب في مشكلة نقص المياه والوصول إلى مرحلة الجفاف أم هناك أسباب أخرى؟ شكرا جزيلا للاستضافة وتحية لك ستة هاني والضيف العزيز السيد بكير من أنقرة وتحية للزميل ذياب شكرا جزيلا وهذا التقرير حقيقة وافي وشافي وفيه معلومات دقيقة جدا وقبل ما أبدي أجيب أجاوب عليه إحنا مشكلتنا المياه هي مشكلة عربية تتعلق بالأمن القوم العربي معظم مياهنا اللي جاي الوطن العربي 85% من عدها خارج الوطن العربي حوالي 200 مليون نسمة من العرب أو البلدان العربية سوريا العراق مصر السودان هي تعاني من هذه المشكلة بالنسبة لتركيا إذا سمح للسيد بكير أضيف لمعلومة أخرى تركيا عام 27 سوت اتفاقية مع روسيا بالنسبة للمياه سوت مع اليونان عام 59 ايضا اتفاقية مع العراق أيضا كان هناك اتفاقية وحسن جوار في 29 آذار عام 46 ثم بعدها توالت مع العراق في عام 71 17 واحد عام 71 ايضا اتفاقية بالنسبة للتعاون الاقتصادي والفني وفي عام 25-12 عام 80 ايضا اتفاقية بين العراق وتركيا والتحقت بها سوريا عام 83 حقيقة حقيقة تركيا بدت مو من الخمسينات أو من الستينات مثل ما تفضل سيد بكير لا لا بدت مشروع الأناظل بالضبط عام 36 وبدأ يتطور عندهم انشأت الى ان وصلت الى حد وزير صار شرقي جنوب شرق الأناظل طيب علشان اكسب الوقت يعني بالقاب طيب دكتور جمال يعني كل هذا علشان اكسب الوقت انا يهمني اعرف البنية التحتية التي تحدث عنها دكتور بكير اتاجان في العراق البنية التحتية عندنا في العراق خلنرجع الى الحاجة الفعلية اول مرة وبعدين نحجي على البنية التحتية عشان الوقت البنية التحتية بالنسبة للسدود مالتنا كافية نعم بنية التحتية لحصة العراق كافية اذا زودتنا بيها تركيا سنويا اذا رجعت على التدفق الكميات المياه اللي تعبر من تركيا للعراق في قيج جزراء اللي هو اخر محطة فحص او منصوبة بين العراق وبين تركيا ويعرفها استاذ ذياب ومحطة هيت ايضا موجودة اذا احنا عدنا حصة حصة مقررة اذا رجعنا عليها هي قرابة 60 مليار متر مكعب ينضيفلها 16 مليار متر مكعب بالنسبة للأهوار يصير عدنا 76 تركيا اشقد راح تقدمنا المؤتمر او الاجتماع اللي صار في تركيا قبل شهرين نعم هل حدود اشقد حصة تركيا تركيا عندما بدأت باول سد بمشكلة العراق هو كيبان كان الاتفاق بينهم بالسبعينات ان ينطونا حصة لبحيرة الحبانية اذا احنا المفروض اي سد ينشأ لازم تراعي بتركيا حصة العراق هي التي يعني تسائلني اذا كانت بنية تحتية نعم عدنا بنية تحتية كافية لحصة العراق اما الانشاء الجديد ما بعد سامراء او ما بعد حديثة طبيعة الارض لا تسمح لكن طبيعة الارض الجغرافية وخلينا نقول للمناطق الجبلية لكن خلي تطينا حصتنا عذي جساة اذا احنا بذرناها احنا عدنا حصص من المياه لازم تكون سطحية تشمل المياه الانهار وجوفية لذلك اقولها السدود الموجودة في العراق اذا زودنا تركيا بحصصنا الماء يا سيد بكير هي كافية مع وجود النوافر وحاجة وزارة الزراعة من المحاصيل بمسبب الموسمين الشتب دكتور جمال ودكتور بكير ارجو ان تتفضلوا بالبقاء معنا سنتطرق الى هذه الاخبار ونعود من جديد اذا مشاهدين العراق اعلن اخيرا انه توصل لاتفاق عادل مع دول المنبع ويقصد تركيا وليس ايران المقصود بذلك هو المصادقة من البرلمان التركي على مذكرة تفاهم بين البلدين موجودة منذ 2009 وتم التوقيع عليها رسميا عام 2014 تنص هذه المذكرة على ان تركيا تتعهد وتلتزم بتأمين حصة معقولة وعادلة للعراق من مياه دجلة والفرات لكنها لم تحدد كمية هذه المياه وعطفا على اتفاقيات سابقة عن نهر الفرات الزمت تركيا توفير خمسمائة متر مكعب في الثانية في المنطقة على الحدود السورية التركية ثمانية وخمسين في المائة من هذه الحصة هي مخصصة للعراق كحد ادنى اما فيما يخص نهر دجلة لا يوجد اي اتفاقات سابقة ويسعى العراق لتأمين حصة مشابهة من حصة نهر الفرات وبالرغم من كل هذه المحاولات منذ عام 2009 الا ان الحكومة العراقية تنتظر تطبيق هذه المذكرة لانه لا يوجد جدول زمني لتنفيذها وزير الموارد المائية اكد سابقا ان العراق في خطواته الاخيرة للانضمام الى اتفاقية المياه هلسينكي عام 1992 وذلك لضمان حقوقه المائية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعود من جديد الى ضيفي من اسطنبول الدكتور بكير اتجان مدير معهد اسطنبول للفكر ومن بغداد اللواء الدكتور جمال الحلبوسي خبير الحدود الدولية والمائية دكتور بكير هناك من يقول بانه مشروع جنوب شرقية الانضول هو لاهداف سياسية المقصود بذلك بان انقرة تحاصر قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني الى اي مدى قد يكون بالفعل هذا جزء من اهداف مشروع سد الانضول يعني اولا استطيع ان اقول بكل صدق واحترام تركيا لا تستعمل المياه كشرط ان كانت بالنسبة لسوريا او للعراق لماذا؟ لان ان كانت المناطق التي الان تحتاج الماء هي كلهم بما فيهم من جميع مكونات الشعب التركي قرابة قرابة دم وتراب منذ مئات السنين يعني تاريخيا ثقافيا عقائديا نحن اقربا وغير ممكن على تركيا ان تقطع هذا المياه حتى اشرتهم قبل قليل السد اليسوية ليست للراي نعم هو سد كبير ولكن لانتاج الطاقة الكهربائية فقط ولا تستعمل للراي باي شكل من الاشكال هذا السد خاصة واضح جدا ثانيا الاتفاقية واضحة يعني للأسف الشديد ضيوفك الكرام من الاخوة العراقين يصرون النسبة المئوية التي اتفقت عليها بناء على اتفاقيات قديمة ولكن الاتفاقيات الجديدة كلها تقول ان تكون عادلة بما تكون حصة مشتركة يعني عادلة للطرفين وليس عادلة بالنسبة لتركيا وغير عادلة بالنسبة للعراق او غير عادلة بالنسبة لسوريا هذه لابد منها ثانيا بالنسبة ليعني نحن نحارب جماع ارهابية وليس الشعب الكردي وليس الشعب السوري وليس الشعب العراقي لاني كما اشرت هؤلاء اقرباء لنا تاريخيا ومعروفة يعني لنا قرابة دم وتراب ولذلك نعم تركيا سوف تحارب ولكن ليس بقطع الماء كما يدعى بين الحين والآخر وثالثا والتي اهم انظروا الى الاتفاقيات التي يقعت بين العراق وتركيا العراق هي التي تستخدم ورقة الاقتصاد تستخدم ورقة البترول ورقة اشياء كثيرة ضد تركيا ولكن تركيا يعني طب ربما يا دكتور بكير دكتور بكير يوبما وانقل هذا ايضا سؤالي لدكتور جمال ربما استخدام ورقة التجارة الورقة الاقتصادية ورقة البترول هي لمحاولة تحقيق مكاسب عراقية على الاقل في ظل ما يتردد من الاجحاف ولكن اذا من حق العراق ايضا من حق التركيا ايضا ان تستعمل الورقة ولكن لن تستعملها ولن تستعملها لا الان ولا في المستقبل طيب خلينا ننتقل الى دكتور جمال دكتور جمال يعني اذا كان عندك تعليق على ما قاله دكتور بكير اتجان وحتى الان يعني هناك تبادلات تجارية تبادلات اقتصادية بين العراق وبين ايران وبين تركيا الى اي مدى قد تكون هذه ورقة ضاغطة فعلا على الجانب التركي لتحقيق المطالب العراقية فيما يخص مسألة المياه باختصار اذا سمحت شكرا جزيلا يا سيدتي احنا اتفاقياتنا اسمها اقتصادي وفني اقتصادي هو التعاون الاقتصادي والفني هو الامور المتعلقة بالمياه وكمياتها وعبورها اذا احنا كل اتفاقيات الثلاثة المبرمة مع تركيا والتي تركيا ايضا مبرمتها مع دول اخرى هي نفس الغرض فانا سيد بكير انا ما اريد ارجع اقول لك اتفاقيات ضاغطة او عسكرية اذا اريد اتكلم معاك بالقضية العسكرية بالنسبة للبككة فانا رجال لواركن واتكلم بمنطلق بلدي خليه على صفحة ارجوك احنا بالنسبة اننا نتكلم عن مياه لا ارجوك تتحى اذا سمحت لي انتم تزودون بالقل والسلاح ما ارجع سيد بكير ما زالت سيد بكير يقولون الان ينضمون الى الانتخابات سيد بكير هذا الموضوع مو موضوعنا سيد بكير هذا مو موضوعنا عراقيين مرشحين للبرلمان العراقي هؤلاء اكراد او هن الارهابين مروا من تركيا وهم مرشحين للبرلمان العراقي سيد بكير ارجو منك سيد بكير لا سيد بكير هذا مو كلامنا ارجوك سيد بكير سيد بكير سيد بكير ان شاء الله في لقاء اخر اذا تحب نحجح عن هذا الموضوع العسكري والسياس اتكلم انا اتكلم معاك بخصوص المياه الله يبارك بك اذا رجعت لي سيد انا ما ارجع تصريح تركة ارزال عام 1988 خلينا بالمجال نعم المياه يا سيد بكير احنا ملزمين بالاتفاقيات السابقة واللي بيها حصص انت ليش تنكرها علي اذا تلغيها انا اقبل وياك انا اتكلم معاك بصفة باحث بهذا الشأن اذا سمحت لي خلن نرجع الاتفاقية الامر المتحدة بشأن الانهار والمجاري غير الملاحية لعام سبعة وتسعين هناك عشر قواعد نعم استقتها هذه الدول من اتفاقية برشلونة البدت واحد وعشرين طيب دكتور جمال تعالي على عشر بنود نعم دكتور جمال انا اسفى منك على المقاطعة ولكن نحن لدينا ايضا جزء آخر في هذه الساعة اعتذر منك ولكن دكتور بكير في اقل من دقيقة اذا لديك اي اجابة يعني للأسف الشديد انا لن انكر ما اتفق عليه ولكن اقول تحديث بالاتفاقيات نعم وهنا النسب لا يذكر نعم عادلة ومعقولة مكتوبة عادلة بناء على طلب العراق وطلب اذا تلغي الاتفاقيات نرجع على اتفاقية المتحدة نعم اكيد هذا الموضوع لا من تنكر لها ما ورد باتفاقية عام ستة وارفة ومشعلي لدينا الكثير من النقاط التي نود ايضا اذا وابعت علينا حتى قانون الامم المتحدة اشكرك اشكرك من اسطنبول الدكتور باكير ياخد عني من قانون الامم المتحدة دكتور باكير تحديث عني في معهد اسطنبول للفكر وضيفي من بغداد ايضا لواء الدكتور جمال الحلبوسي خبير الحدود الدولية والمياه شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين الموضوع فيه كثير من النقاط حقيقة ولكن لا يمكننا ان نغطيها في اقل من الساعة ولدينا ايضا كثير من المحاور فيما يتعلق بهذا الامر بالرغم من الحرب المائية التي يعاني منها العراق بسبب الاجحاف التركي والايراني في حصة المياه الا ان العراق به العديد من السدود المقامة على بعض الانهر للمساهمة في انتاج الطاقة الكهربائية باكثر من 2500 ميجاواط لتمد بها منظومة الكهرباء الوطنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من دهوك ينضم الينا رمضان حمزة الخبير في استراتيجيات المياه والاستاذ في جامعة دهوك اهلا بك معنا سيد رمضان سيد رمضان بداية في ظل كل هذه الحرب المائية على العراق من الجانب التركي ومن الجانب الايراني عرضنا مجموعة كبيرة من السدود العراقية ما هي استعدادات السدود العراقية امام ما يواجه العراق الان اهلا وسهلا بك الحقيقة موضوع المياه العراق في امام معضلة يعني حاليا تعدينا مرحلة الازمة والكارثة الى المعضلة المعضلة باجارين الشرقي والشمالي كل من تركيا وايران احكمتاء السيطرة على المياه التي تدخل العراق وبحجج مختلفة العراق يعتمد على الخزين المائي وهذه السنة كانت سنة جفاف الحقيقة العراق تأثر الخزين الستراتيجي من ناحيته اولا قلة الخزين الاصلا موجود وسوء الادارة سوء ادارة هذا الخزين حاليا احنا دخلنا السنة الهيترولوجية الجديدة والسنة المائية هذه السنة المائية راح يبدأ توفير المياه للموسم الشتوي الحالي العلاق لا يكمل 50% من الموسم الشتوي بالنسبة الى عدد السدود الحقيقة السدود الموجودة في العراق نعم سنة الموصل لأوسط من الخبراء العالمي لأسباب سياسية ايضا انه لا يتعدى لا يتعدى الخزين الى اكثر من 8 مليارات كيف عذنا على المقاطعة ولكن سيد رمضان كيف اثر ذلك على بعض الولايات في العراق التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة كمدخل رئيسي نعم لأن أولا السدود الموصل المسلوخ الخبراء العالمي بحجة انه الاسس غير قابلة للتحمل بعد الألم من شركة تريفة الايطالية اكمل بعقد اكثر من 500 مليون دولار التحشية وتحشية ببرنامج مستمر وجيد ولكن لا يسمحون بزيادة الخزين وانا عزيزة الى أسباب سياسية ستي دوكان ودرب اندخان درب اندخان تعرض إلى الزلزال لا يستطيع أن يخزم بكامل طاقته ودوكان على الزاب الصغير ونهر سيروان مسيطرا عليها من قبل اتجار ايران فإذا قدنا سيد حمرين الذي يعتمد على سيد درب اندخان إذن خزينة استراتيجية حقيقة خطيرة أما ما نعتبر البحيرات الأخرى الثرثار والحبانية هذا ليس خزينة هذا مملحة والمياه فيها نسبة الملوحة كبيرة جدا وعليه فإن الوسط العراقي أو خاصة بالجنوب العراق أزمة وحاليا يخرج يوميا مئات الدونامات أو الهكترات من الأراضي الزراعية من الخدمة هذه السنة بسبب الجفاف من قبل دولة المتشاطيتين وسوء الإدارة أيضا الموجود في العراق من ناحية الرأي والسبب القديمة أو الزراعة السنوارية الشكرا شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات من دهوك كان معنا رمضان حمزة الخبير في استراتيجيات المياه والأستاذ في جامعة دهوك ترجمة نانسي قنقر المتشاك المتشاهدين 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 العراق الذي تغنى الشعراء والفنانون بخصوبة أراضيه الزراعية وتميزه بنهري دجل والفرات أصبح اليوم يستجدي مياهه التي يحرم منها من إيران وتركيا عمدت إيران التي تعاقدت في ثلاثين عاما الماضية على بناء ستمائة سد على الأقل في البلاد بهدف قطع أو تحويل مجرى الأنهر التي تنبع من أراضيها وتدخل الأراضي العراقية وذلك لابتزازه سياسيا واقتصاديا نهر الوند على سبيل المثال شقت السلطة الإيرانية قنات من هذا النهر عام 1951 دون موافقة أو مشاورة العراق لإرواء أراضي زراعية محاذية للحدود العراقية البالغ طولها 11 كم حيث تمكنت إيران بهذه الخطوة من الاستيلاء على 60% من مياه النهر وأيضا سيطرت إيران على نهر قارون الذي يصب في شط العرب عند ميناء المحمرة منذ العام 1962 لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهرومائية وقد أثر هذا السد على كمية المياه الواردة إلى شط العرب لا سيما في فصل الصيف أقامت أيضا عام 1961 مجموعة من السدود على نهر قارون والكرخة فاحتج العراق على الإجراءات الإيرانية عبر مذكرة أرسلت إلى السفارة في بغداد تلاها بعد ذلك عام 1975 توقيع نظام حكم البعث في العراق آنذاك اتفاقا مع شاه إيران عرف باسم اتفاقية الجزائر هذه الاتفاقية تتعلق بترسيم الحدود وتتضمن بنودا خاصة بتنظيم إمدادات المياه بين البلدين ولكن بعد عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين لم تعترف الحكومات العراقية المتعاقبة بهذه الاتفاقية وطلبت في أكثر من مناسبة مناقشة تعديل بنودها أو تنظيم اتفاقية جديدة لكن الإيرانيين يرفضون ويصرون على التمسك باتفاقية الجزائر التي يؤكد كثير من العراقيين أنها مجحفة لأنها لا تتعلق فقط بالموارد المائية ولكن تتعلق أيضا بخط التالوك الذي يعطي لإيران نصف شطة العرب بمسافة محددة حيث انسحب هذا الخط إلى داخل الأراضي العراقية بنحو كيلو مترين ما يعني أن ميناء العمية سيصبح للإيرانيين رأى حالتنا سائر حالة مدهورة تعبانا كل شيء هذه ثلاث سنوات كل سنة أخسر وهذه السنة كل شيء أخسر يعني هسا التركيا يكذب علينا المي هسا 60 بوري اشتريت ودفعت الماكينة 60 بوري ما تشوف يعني البستان تعبانا ما بي شيء من قلة المي أول شيء أول شيء تاني شيء حتى إذا يجينا مثلا يجينا مثلا يجينا مثلا طماطا خيار يجينا يعني شوية يصير غالي راسا أكوبا ذي راسا للحكومة يعني يدخل طماطا إيرانية تركية ما يخلي إحنا من استفادة والله عندنا غلت شيحة المياء ومي كتلنا العطش ماك ومي وزرعنا مات حلال بيعنا يعني الدمرين هنا ومدمرين من وراء سباب شيحة المياء نحن شوية حالتنا تعبانا وهي قياعان نيبسن وعشتنا عزلع عشتنا عزلع لا ما كن مي زلع ما نيبس بعد ما نقدر يعني لا نزرع لا هاي كل شي ما نقدر نسوي وما كن مي حالتنا تعبانا حيل وهي بيوتنا تعبانا وهي القاع قاع رمل ما بيهمني بعد إنشاء سيد إليسو صارت حرب مياه إقليمية أثرت حصرا على العراق ودمرت مزارع العراق وبساتينها من شماله الجنوبة والمزارعين مات زرعهم ومات بساتينهم واللجأة والبيار الارتوازية في سبيل يسقون زرعهم والبيار الارتوازية ميها مالح وتأثرت الزرع والبساتين وتأثرت المناطق شبع خاصة المناطق اليوسفية اللي هي يسمونها السلة الغذائية مالبغداد فظلت إحنا ريد بس المي يشرب يصنن ما واصلتنا لا يسالة ولا يعني عايشين على مي البيار مي مالح قلت لكم سيف منطقة ما يقارب بيها بالـ 94 بيت وكل بيت أحسب بيها عائلة كاملة يعني عانت معانات آن الخلاني أمشي مننا سبب المي أولا هذه المنطقة يعني إذا أقول لك يسمونها يسمونها الشيشان تسمية الشيشان هذه المنطقة لا هي محسوبة على المدينة ولا هي محسوبة على العرب لا هي محسوبة على العرب عدهم ما يحلوا يزرعون بتيتة باجلة خاس ولا هم محسوبين على المدينة ساكنين سكن ويعني مي متوفر لهم مي إسالة يعني منطقة مظلومة بشكل العراق كامل يعاني من شحة المياه أولا تركيا قطعت علينا المي وإيران قطعت علينا المي وما عدنا حكومات الداعي أو الطالب وهاي بساتين ماتت وناس ماتت عراضة زراعية وحلال اتدمرت مناطق العراق كافة من الشمال للجنوب هسا روح شو للجنوب للناصرية روح للمسيب للعنقان روح شو شط الفرات شلونة رايح يا بس ناشف ماكم ويسروا عشط عبر عشط وشوفها لمناقشة هذا الجزء من بغداد ينضم إلينا النائب بيار دوسكي عضو لجنة العلاقات الخارجية وأيضا من لندن ينضم إلينا الدكتور علي نوري زادا رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية أهلا بكما سأبدأ من بغداد النائب بيار دوسكي ما هو موقف العراق من اتفاقية الجزائر حتى الآن لماذا لم يتم الخروج من هذه الاتفاقية والمطالبة بالحقوق الموجبة أو المستوجبة للعراق والحرية العامة مسألة السلام عليكم الكرام لا شك بأن العراق برخ خلال فترات السابقة من العزلة السياسية إلى الضعف السياسي خلال عقود أربعة الماضية كما قلنا واجه العراق عزلة سياسية وبعد سقوط نظام دكتوري عانى العراق من الضعف السياسي وهذا الضعف أثر على الوضع العراقي أو سمحة للدول الجوار التي يفترض بها أن تكون محكومة بالقانون الدولي وبقواعد حسن الجوار باستغلال هذا الملف خاصة الملف المياه بشكل يؤثر سلبا على العراق ويحاولون بشط الطرق جر المياه إلى أراضيهم بشكل يخالف الجغرافية يخالف التاريخ يخالف كل قواعد قانون الدولي وقواعد حسن الجوار بالتالي نعم العراق ارتكب خطأا كبيرا عندما وقع اتفاقية جزائر والعراق ما زال في مرحلة التفاوض مع الجانب الإيراني من أجل إيجاد علاقة جديدة واتفاق جديد يرضي الطرفين إلى الآن العراق كدولة ما زال ملتزمة باتفاقية الجزائر ولكن نعتقد بأن الجانب الإيراني تجاوز حتى على اتفاقية الجزائر المبرمة وجهود حكومة العراقية مشكورة دعني أكمل الحكومة العراقية قدمت ورقة حمل إلى وزارة الخارجية من أجل التفاوض مع جارة إيران ومع جارة تركيا من أجل إعادة الحقوق العراقية خاصة في جانب المياه إلى العراق من أجل أن لا يتأثر العراق بهذه الموجة من الجفاف التي تعانمها المنطقة والسياسات المائية للدولتين الجارتين نعم أنا أعتذر على المقاطعة ولكن محكمون نحن محكمون بالوقت من لندن الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية دكتور علي هذه التجاوزات الإيرانية كيف يمكن أن يتعاطى معها المجتمع الدولي في ظل كافة التجاوزات التي تقوم بها ليس فقط على مستوى المياه مع العراق هناك تجاوزات في حقوق الإنسان هناك تجاوزات حتى في الاتفاقيات الدولية المبرمة تفضل تهياتي إليك وإلى زيفك العزيز من بغداد تاني أولا أن أقول لكم بأن اتفاقية الجزائر كانت اتفاقية جيدة لأن هذا الاتفاقية أبعدت شبه الحرب بين إيران والإراق ولو كان النظام الإيراني السابق لا يزال في السلطة لم يكن هناك حربا ولا دمارا ولا شيئا ولكن على الأسف هذا النظام منذ يوم الأول تجاوز اتفاقية الجزائر بإرسال إرحابيين إلى داخل الإراق والتلاقب بعمل الإراق وخميني صراحة طالب الجيش الإراقي بإسقاط سدام حسين هذا تجاوز بنود الاتفاقية وبعد ذلك سدام حسين ألغى اتفاقية في زبالة ولكن استرى بعد احتلال الكويت أن يقبل بها ويؤيد الاتفاقية مكانتها الآن النظام اللي لو استمع واحد إلى تغريركم ربما يفكر هذا النظام العزيز وفر المياه لشعبه لا أبدا خوزستان تواني من شعب المياه ما حصل قبل بذات أشهر مظاهرات لأنه مياه الشرق غير موجود كارون هذا نهر العظيم الذي كنا نفتخر به نسب في أيام النوروس لغضاء الإجازة حول كارون هذا كارون الآن اندروا هذا مياه قذرة وما في أسماك وما في حياة البحر فيه بسبب هذا النظام الجائر الذي بنى صدود بلا معنى صدود لا يفيد من مزارعين الإيرانيين صدود حول المياه الأذب إلى مملهة يعني مياه مملهة فلذلك أنا لا أعتقد بأنه بوجود هذا النظام ممكن أن يتم اتفاق بين البلدين هذا النظام متجاوز للشعب الإيراني والإراقي واليمني واللبناني وغيره نعم طيب معنا أخ 40 ثانية سأنتقل بها إلى سيد بيار سيد بيار ما هو موقف العراق من عملية شح الكهرباء حتى الآن وانقطاع الكهرباء في ظل الاستفادة من المياه في الطاقة الكهرمائية تفضل باختصار نعم كما سلفنا حالة الضعف السياسي انعكست على جميع جوانب والسياسات العراقية بما فيها توفير الكهرباء والمياه والخدمات بالتالي الحكومة العراقية أمام التحدي الكبير وهي تواجه الآن أو تجري انتخابات نيابية أمام الحكومة العراقية القادمة والحالية تحديات كبيرة تتمثل بتقديم الخدامات والكارباء وإيجاد بدائل بدائل نظيفة للطاقة الكاربائية وعدم احتباط على النفط في قادم الأيام حيث نعتقد بأن النفط سوف ينضب خلال فترات السابقة أو سوف يقلق قيمتي بالتالي يجب أن يكون هناك سياسات بديلة شكرا جزيلا من بغداد النائب بياردوسكي عضو لجنة العلاقات الخارجية وأيضا من لندن كان معنا الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية شكرا جزيلا لكم مشاهدين شكرا لكم على كرم المتابعة الموضوع يحتاج إلى الكثير من الأسئلة ولكن الوقت ربما كان يداهمنا شكرا لكم على كرم المتابعة نلقاكم بعد قليل في ساعة إخبارية مفصلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة